سيداتي سادتي مساء الخير نهار اليوم كانت الأجواء باردة عاصفة مغبرة في مختلف مناطق المملكة بدأت تساقط الأمطار وزخات البرد في ساعات العصر في أجزاء واسعة من شمال ووسط المملكة سجلت درجات الحرارة العظمى في العاصمة عمان تقريبا 10 درجات مئوية صور الأقمار الاصطناعية تشير إلى اتجاه كميات كبيرة من السحب تغطي سماء المملكة طبعا هاي كميات السحب هي مرافقة للمنخفض الجوي اللي من المتوقع أن يستمر طبعا خلال الفترة القادمة وأيضا هذه الغيوم ستظهر في سماء المملكة خلال اليومين القادمين إن شاء الله أما عن خرائط الضغط الجوي بتورجينا تأثر المملكة بالمنخفض الجوي العميق والجبهة الهوائية الباردة اللي بتأثر على المملكة هذا المنخفض الجوي يتمركز تقريبا في المناطق الشمالية من سوريا ومن المتوقع أن يستمر تأثير هذا المنخفض خلال الستة وثلاثين ساعة القادمة الآن حالة الطقس لهذه الليلة وخلال الفترة القادمة تكون كالتالي الليلة الأجواء طبعا درجات حرارة متدنية عم نحكي على تلت درجات مئوية الأجواء غائمة وماطرة وعاصفة الأمطار الحمد لله كانت غزيرة في معظم المناطق بدأت بشكل تدريجي من المناطق الشمالية تقريبا من ساعات الظهر وما بعد الظهر رافق الأمطار سماع الرعد وتساقط للبرد ولكن مع ابتداء ساعات الليل ابتداء ساعات هذه الليلة هناك إن شاء الله تساقط للثلوج فوق المرتفعات الجبلية العالية اللي بتزيد ارتفاعها عن الألف متر عن سطح البحر مع امتداد ساعات الليل لنصل إلى ساعات متأخرة من هذه الليلة وصولا أو تواصلا مع ساعات فجر يوم السبت طبعا يزداد هطول الثلوج فوق المرتفعات الجبلية العالية لتصل أيضا إلى المرتفعات الجبلية اللي بتزيد عن 800 متر فوق سطح البحر مع بداية صباح يوم السبت أيضا الأمطار طبعا الأمطار ستستمر في مناطق مختلفة من المملكة رياح شديدة أجواء عاصفة وأيضا ست درجات شايفين من ستة إلى ثلاثة درجات مئوية خلال ساعات الصباح وخلال ساعات الظهر حتى ساعات النهار عموما يوم السبت يستمر هطول الثلوج إن شاء الله فوق المرتفعات الجبلية اللي بتكون أكثر من 800 متر يعني عمالنا منحكي ما بين 800 متر إلى 900 متر عن سطح البحر يوم الأحد إحنا عمالنا منشوف استمرار تأثر المملكة بالمنخفض الجوي هطول الأمطار إن شاء الله من ستة إلى صفر ويوم اثنين تعود الأجواء لتستقر الأجواء غالبا غائمة وهناك ارتفاع على درجات الحرارة من 9 درجات إلى درجتين نعود لنتحدث عن موضوع تراكم الثلوج إن شاء الله الليلة بيكون في تراكم للثلوج مع بداية الليل وبشكل تدريجي بيكون في تراكم للثلوج فوق المرتفعات الجبلية العالية اللي بتكون ألف متر وما فوق وأيضا خلال يوم السبت هناك إن شاء الله تراكم للثلوج حتى فوق المرتفعات الجبلية اللي بتكون من 800 متر وأعلى ولكن أريد أن أقول أنه من 800 متر وأعلى طبعا من 800 متر عن سطح البحر من غير المتوقع أن يكون التراكم معيق للحياة المعيشية الحياتية طبعا والحركة العامة وهناك أيضا يبقى احتمال يوم السبت أنه حتى يكون في تساقط للثلوج لا ربما في المناطق اللي بتكون حتى المرتفعات الجبلية اللي بتكون أقل من 800 متر الآن نتحدث عن درجات الحرارة الدنيا لهذه الليلة وأيضا العظمى ليوم الغد وحالة الطقس بشكل عام حسب كل منطقة نبدأ بمدينة العقبة من 9 إلى 15 درجة مئوية والأجواء غائمة ودرام شايفين من 3 إلى 7 درجات وأيضا غيوم معان من 1 إلى 4 درجات رأس النقب من ناقص 3 إلى درجة مئوية واحدة وتساقط كثيف للثلوج البتراء من 2 إلى 4 درجات الشوبك من ناقص 2 إلى 0 وتساقط كثيف للثلوج الرشادية من ناقص 2 أيضا إلى 0 وتساقط كثيف للثلوج إن شاء الله الطفيلة من 2 إلى 5 غور الصافي تساقط أمطار من 11 إلى 15 درجة مئوية أيضا إن شاء الله ثلوج في الكرك من 1 إلى 4 درجات كما نشاهد نستمر وادي الموجة بتساقط الأمطار إن شاء الله من 2 إلى 16 البحر الميت أيضا متوقع أمطار يوم الغد إن شاء الله من 13 إلى 17 درجة مئوية ما دبا من 3 إلى 15 أيضا تساقط للثلوج مطار الملكة علياء الدولي من 2 إلى 6 درجات مئوية أيضا أمطار ممزوجة عفوا بالثلوج كما نشاهد مرجل حمام ثلوج من 1 إلى 4 درجات سويلح من 0 إلى 2 وتساقط واضح للثلوج لفحيص أمطار ممزوجة بالثلوج من 3 إلى 6 درجات مئوية السلط أيضا من 3 إلى 5 درجات أمطار وممزوجة في الثلوج عجلون من 2 إلى 6 درجات مئوية أيضا ثلوج راسمونيف ثلوج بشكل واضح من ناقص 1 إلى درجتين مئويتين إن شاء الله أيضا أمطار في إربد اليوم الغد من 2 إلى 7 درجات مئوية جرش أمطار من 3 إلى 7 درجات نعود مرة أخرى لمناطق عمان عمان الغربية تساقط واضح للثلوج من 1 إلى 4 درجات مئوية الشرقية عمان الشرقية من 3 إلى 5 الزرقاء من 3 إلى 6 درجات مئوية وتساقط الأمطار أيضا أمطار في المفرق من 3 إلى 7 درجات المناطق الشرقية من المملكة رويشد من 2 إلى 9 درجات وإن شاء الله يكون أيضا تساقط للأمطار لا ننسى شدة الرياح والرياح العاصفة المثيرة للغبار التي تكون في المناطق الصحراوية الصفاوي من 2 إلى 8 درجات مئوية هذه الليلة مدينة الأزرق 4 درجات غدا 11 درجة مئوية وإن شاء الله أيضا أمطار ننهي درجات الحرارة في منطقة الجفر درجتين مئويتين هذه الليلة و8 درجات هي العظمى قبل نهاية النشرة تماما أرجو طبعا أن ننتبه من خطر شدة سرعة الرياح التي تكون معنا خلال هذه الفترة خاصة الليل وصباح الغد التي قد تصل سرعة بعض هذه الهبات إلى تقريبا 100 كم في الساعة وأكثر أيضا ننتبه من خطر تشكل السيول في الأودية المناطق المنخفضة نتيجة غزارة الأمطار إن شاء الله ننتجو الانتباه أيضا من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في المرتفعات الجبلية نتيجة غزارة الهطول ونتيجة الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض نرجو الانتباه من خطر الانزلاق نتيجة تساقط الثلوج فوق الطرقات طبعا طرقات موجودة فوق المرتفعات الجبلية اللي بزيد ارتفاعها عن 800 و850 طبعا خلال هذه الليلة وأيضا ساعات نهار يوم الغد وأخيرا نرجو الانتباه من تدني مدى الرؤية الأفقية خاصة طبعا في المناطق الصحراوية بسبب يعني الرياح المثيرة للغبار النشرة الجوية قدمناها من قناة رؤية بالتعاون مع موقع طقس الأردن وأرجو من الجميع متابعة نشرات قناة رؤية لنوافيكم في أهم التفاصيل أطيب التمنيات للجميع وإلى اللقاء